أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في مارة أبوظبي والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات وذلك خلال حفل خاص أقامته الهيئة اليوم في منارة السعديات في أبوظبي بحضور معالي الدكتور مغيل خيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي والشيخة شمة بنت خليفة بن حمدان آل انحيان نائب رئيس مجلس دارة مؤسسة المباركة وتعد شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي اعتمادا واعترافا رسمي بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي ما يتيح لها امكانية استخدام الشعار علامة أبوظبي الاجتماعية في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدر على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة اليوم خرجنا 27 شركة ذات تأثير اجتماعي نتمنى ان شاء الله في المستقبل القريب ان يكون هناك شركات تلحق بهذا الركب هذه المجموعة ان شاء الله بيكون لها محفزات لتأثيرهم وخدمتهم لمجتمعهم اعطينا هذا 45 شركة قدمت للحصول على هذا التصنيف و 27 شركة استطاعت الحصول على هذا التصنيف تم تصميم علامة خاصة لهذا التصنيف اسمها علامة أبوظبي الاجتماعية هذه علامة تميز الشركات الاجتماعية في إمارة أبوظبي حدث وايد مهم يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات وسبق لإمارة أبوظبي مثل ما تعرفون حكومة أبوظبي تضع أهداف كبيرة على القطاع الثالث وهذا الحدث يسعى إلى تمكين وتقوية وترسيخ دور القطاع الثالث في الإمارة